أعلى بيبقى نشرح ليه هو أول اجتماع للحكومة الجديدة يا رب نشوف يعني تغيير عن اللي كانوا موجودين قبل كده أول اجتماع وأول تفاصيل أول اجتماع للحكومة الجديدة وهل يطرق فيه قرارات اتخذت يعني قرارات صدرت أو تكلفات للوزراء بحل مشاكل بيعني السيطرة على الأسهار يعني باختصار يعني هل فيه قرارات تم اتخذها وتكليف الوزراء بيها علشان يتم حل المشكلات اللي كانت موجودة في عهد الوزارة السابقة واللي ما قدروش الوزراء اللي انتقلوا يعني خارج الوزارة انهم يحلوها هل فيه جديد هل يا طرق حيقدروا الناس اللي جاية جديد دي تقدر تحل المشاكل تسيطر على الأسهار تحل مشكلة الكهرباء اللي بتقطع يوميا تحل مشكلة السولار البنزيم المشاكل اللي بقولوا ان ايه اللي متأثرة مأثرة على الكهرباء هل فيه آآ حل ليه جشع تجار اللي ما زالوا يعني بيستغلوا الأزمة وبيستغلوا المشاكل اللي بنمر بيها عشان يفضلوا رفعين الأسعار هل فيه سيطرة هل فيه هل فيه ده هنعرفه في التفاصيل اللي أخبر بتاعتنا بتقول ان اه امس الخميس الموافق اربعة سبعة الفين اربعة وعشرين تم عقد اول اجتماع للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى ملبولي واللي تم تكليفه للمرة الثانية بقيادة الحكومة الجديدة وده بيعتبر اول اجتماع بعد الاعلان عن تشكيل الوزاري الجديد واللي تم تغيير فيه عدد لا بأس به عدد حوالي اشرين وزير جديد جم الوزارة وتم الابقاء على بعض الوزراء القدامة اه كمان تم تغيير وزارة وزير من الوزارات السيادية وهو وزير الدفاع وكمان تم تغيير اه رئيس الاركان ده من النحية العسكرية ومن نحية الوزارات السيادية تم هذا الاجتماع لمتابعة الاجراءات التي يتم اتخاذها وذلك الحل بعض المشاكل القائمة منها موضوع قطع كهرباء ووقف موضوع تخفيف الاعمال وطبعا الوزراء اللي حضر الاجتماع حضر الاجتماع طبعا الوزراء كلهم طبعا الوزير المنوض بين مشكلة الكهرباء هو الوزير محمود اسمت وزير الكهرباء الجديد كذلك حضر الاجتماع احمد كاجو وزير المالية الجديد والمهندس كريم بدوي وزير البترول الجديد وكذلك المهندسة صباح مشالي نائب رئيس الوزراء نائب رئيس وزير الكهرباء وكذلك المهندس جابر الدسوئي رئيس مجلس ادارة الشركة القابدة لكهرباء مصر وكذلك المهندس ياسين محمد رئيس الشركة القابدة المصرية للغازات الطبيعية واشرف عبدالله مساعد رئيس الوزير البترول للشؤون المالية وشرين الشركة ومساعد وزير المالية وكذلك مسؤولي الوزراء والجهات المعنية واستهل رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بالاشارة الى حرصه على ان يكون اول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها مخصص لمتابعة الاجراءات التي يتم اتخاذها من جانب الوزراء والجهات المعنية والجهات المختصة لحل لمشكلة انقطاع القهرباء وذلك بهدف تخفيف الاحمال سعيا للوصول لحل نهائي وجزري سواء كان من قبل وزارة القهرباء او من قبل وزارة البترول او من قبل اي جهة كما وضحت الحكومة ذلك وفقا لخطتها التي اعلنتها خلال الفترة الماضية وصرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للوزراء وقال لهم انتم مكلفون من الان بوضع حل دائم لهذه المشكلة والقضاء عليها حيث اننا قمنا والكلام على رئيس الوزراء بحل السسنائة والاشهر الصيف عن طريق التعهد بتوفير المبالغ المحتملة والتي نحتاجها والمتبسلة في حوالي واحد نحو واحد واثنين من عشر مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء والقضاء على هذه المشكلة نهائيا ووعدت الحكومة بتقديم الحل النهائي بنهاية هذا العام وهو ما يلزم اتخاذ الاجراءات التي تضمن تنفيذ الوعود التي وعدتها الحكومة للمواطنين هذا وقد اوضح رئيس مجلس الوزراء ضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك واستكمال هذه المنظومة ومواجهة ظهرت سرقة كهرباء وغيرها من الظواهر العشوائية المخالفة للقانون كما اشار ايضا رئيس مجلس الوزراء الى الحكومة لزيادة وعي المواطنين من حيث عدم استخدام الاجهزة القهربية التي لا يتم استخدامها في المنازل وترشيد استهلاك القهرباء بعدم اضاءة جميع اللمبات الموجودة في المنازل وكذلك فصل الاجهزة التي لا تعمل لترشيد الاستهلاك وعدم سحب القهرباء وذلك لمصلحة المصلحة العامة ترشيد العام وايضا كذلك لعدم سحب القهرباء تضاف قيمتها على المواطن كما اشار رئيس مولس الوزراء بتوجهات القيادة السياسية بالاسراع بدخول قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية كما اكد وزير المالية عن ان ملف الكهرباء يحظى باهتمام خاص قبل الوزارة ويحظى باهتمام خاص تبقى للتوجهات الصادرة له في هذا الشأن وذلك من اجل العمل على حل هذه المشكلة عن طريق توفيل التمويل اللازم لاتاحة المنتجات البترولية المطلوبة لتشغيل المحطات الكهربائية وذلك بالتعاون في هذا الشأن مع وزيري الكهرباء والبترول وكذلك العمل على سداد المستحقات المطلوبة يعني هم عندهم توجهات بالعمل يعني كفريق عمل واحد اللي هم وزير المالية ووزير الكهرباء ووزير البترول عشان تزليل العقبات وزير المالية يوفر الفلوس النفقات علشان وزارة البترول توفر بالتالي تشتري الخامات سواء كان المزيوت أو البنزيم أو المواد اللازمة علشان تشغيل محطات الكهرباء وبالتالي عدم انقطاع الكهرباء وحل المشكلة التي أصبح بقالها حاليا من الوقتي حوالي سنة مش عارفين يحلوها فالتوجهات جاية لهم ان هم يتعاونوا مع بعض ويحاولوا ان هم يحلوا هذه المشكلة المتفاقمة واللي بقت بتسبب يعني صداع وبتسبب مشاكل جمدة جدا للمواطنين كان هذا هو خبرنا وده كان الفيديو بتاعنا ونتمنى من حضراتكم تدعمونا بالاشتراك في القناة لمن لم يشترك حتى الآن وكذلك الضغط على زر الجرس او الاختيار اول اول كل عشان يصلك كل جديد من فيديوهات قناتنا وكمان تنشوش كمان دعمينا باللايك والشير كتير عشان تشجعونا وعشان الفيديو يطف في محركات البحث وعشان حضرتك تكسب سواب انك بتوصل المعلومة وتصل للخبر من غيرك والدال على الخير كفاعله وبنعتزل عن الاطالة وكان معكم سيد شاكر من قناة شرح لي اشوفكم على خير